اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول مناظرة جرت بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ورجل كان من الزنادق المنكرين للخالق وهذا الرجل ابتدأ بالكلام مع الإمام فالإمام استعمل معه ثلاثة أساليب الأسلوب الأول كان أسلوبا نفسيا كسر كبرياءه الأسلوب الثاني إدخال الشك في قلبه مما كان يعتقد به وذكرنا أن الإنسان إذا اتخذ الشك قنطرة إلى اليقين فإن هذا الشك يكون محمودا ولكن إذا توقف في الشك دائما فإنه يكون مذمومة بعد ذلك انتقل الإمام إلى المرحلة الأخيرة وهي إثبات الخالق وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى الطريقة التي اتخذها الإمام عليه الصلاة والسلام في الجدال بالتي هي أحسن مع هذا الرجل هو أنه أثبت أولا أن للعالم خالق وصانع وثانيا أبطل كون هذا الصانع الدهر أو ما يعبر عنه بالطبيعة وأخيرا أن ذلك الصانع والخالق هو الله سبحانه وتعالى لا غير ومجموع هذا الاستدلال يعبر عنه في علم الكلام ببرهان النظم فأولا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول تفهم عني فإنا لا نشق في الله أبدا نحن عندما نتكلم معك ونجادلك بالتي هي أحسن ونناظرك منطلقنا اليقين وليس منطلقنا الشك ونحن ننطلق من اليقين وحيث أن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وكل واقع يتضمن دليله وفي الحديث الشريف على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق والحق هو يتضمن دليله ولكن يحتاج أن يتجرد الإنسان عن الموروث الخاطئ الفكري في كثير من الأحيان ويتجرد عن الشوائب وينظر بعقله وفطرته وحينئذ يتوصل إلى النتيجة الصحيحة وأما الله سبحانه وتعالى فالبراهين على وجوده كثيره وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو منشأ الحق ومنه صدر الحق وإليه يعود ولذلك فلا شيئا أدل دليل على وجود الله سبحانه وتعالى من كونه حقا وبرهان النظم هو برهان يستدل به على وجود الخالق باعتبار أن المخلوق آية ودليل على وجود الخالق نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أو التي قبلها أنه الدهريون الملحدون الذين ينكرون وجود الصانع لهذا العالم كانوا فيما مضى يقولون بأن العالم وجد صدفة يعني لم يكن شيء إطلاقا ثم صدفة وجدت وجد شيء مادي متراكم ثم بعد ذلك تطور حدث الانفجار الكوني الكبير إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه وهذا خلال مليارات السنين السنين من التطور لكن هذا الكلام يصطدم مع أمر بديهي يعرفه حتى الأطفال وهو أن وجود الشيء من العدم لا يمكن أن يكون من نفسه الشيء إذا كان معدوما كيف يوجد نفسه وكيف يمكن وجود معلول من غير عله يعني في أبسط من هذا العالم الأمور البسيطة إذا رأينا جهازا صغيرا بسيطا إذا قلنا لأي طفل إن هذا الجهاز البسيط صدفة صدفة وجد ولم يصنعه مهندس أو مصنع أو رجل مثلا يضحك على هذا المنطق لماذا؟ لأنه من الأمور البديهية أن الشيء لا يمكن أن يوجد من العدم إلى الوجود من تلقاء نفسه وكما يعبر عنه فاقد الشيء لا يعطيه إذا الشيء هو ليس بموجود فكيف يعطي الوجود إذا الشيء ليست فيه صفات الكمال كيف يعطي صفات الكمال فلذلك الملحدون الجدد حينما اصطدموا بهذا الأمر البديهي الفطري الذي يعرفه كل أحد اضطروا أن يتراجعوا عن هذه الفكرة بأن العالم وجد صدفة ولذا ذهب الماديون الجدد إلى أن العالم أزلي ليس له صانع كان من الأزل موجودا فحينئذ حينما نناقشهم ونقول إذا كانت هذه المادة أزلية هذا النظام الدقيق الموجود في العالم المادي الذي يحكم كل ذرة من ذرات العالم المادي لا يوجد أي خطأ في القوانين التكوينية هذا النظم الغريب الذي حتى مصنوعات الإنسان حتى الإختراعات الدقيقة جدا التي صرف عليها المهندسون والصناع ملايين الساعات من البحث والتجربة والتأكد هذه الصناعة قد يكون فيها خلل ولذلك نحن نشاهد أن الأجهزة الصناعات بعد فترة يتبين فيها خلل الآن مثلا بعض الأحيان الخلل يكون بسيط أو آثاره تكون بسيطة لا يظهر للعيان ولكن بعض الأحيان الخلل آثاره كبيرة تجد طائرة مثلا مصنوعة بأدق التقنيات الهندسية لكن فجأة هذه الطائرة تسقط ولأن الآثر كبير مثلا عشرات الأشخاص مثلا يقتلون في سقوط طائرة فالخبر يتداول ومن ثم يصير هناك تحقيق ويقال بأن هناك خلل فني كان أو عدم مراعاة مثلا قانون من القوانين الفيزيائية وكذلك كثير من الأحيان نسمع أن المصانع الكبيرة سحبت بعض بضائعها من السوق لوجود خلل في التصميم أو خلل في العمل على كل حال فأدق الصناعات البشرية لا تخلو في بعض الأحيان من أخطاء فنية أو من خلل أو من اكتشاف قوانين جديدة بحاجة إلى تطبيق تلك الأجهزة على هذه القوانين لكن هذا النظام الذي يحكم هذا الكون لا تجد فيه خلل إطلاقا لا يوجد خلل في أي قانون من هذه القوانين حتى القوانين البسيطة ولذلك العلماء عندما يكتشفون هذه القوانين يصلون إلى قضية 100% أن هذا القانون هو القانون الصحيح نعم قد يكون هناك قوانين أخرى وقد يكون هناك تفاعل بين هذه القوانين وهذه أمور مرتبطة بجوانب علمية وهندسية ولكن لا يوجد خلل في هذه القوانين ولذلك الآية الشريفة تقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا يوجد أي خلل في خلق الرحمن زين هل يعقل أن هذا الكون بهذا النظام الدقيق وهذه المعادلة العظيمة الذي تحكم هذا الكون هل يعقل أن هذا الكون وليس له شعور وليس له المادة ليس لها شعور وليس لها عقل وليس لها حياة أن تتمكن من تنظيم نفسها على هذا التنظيم هذا الأمر بديهي العقل ينفيه كما أن بديهي العقل ينفي وجود هذا الكون ووجود المادة صدفة كذلك ينفي أزلية المادة لأن المادة الفاقدة للحياة الفاقدة للشعور لا يمكن أن تنظم نفسها بهذه الطريقة الدقيقة التي حيرت العلماء وكلما العلم يتطور ما هو تطور العلم؟ تطور العلم هو اكتشاف هذه القوانين الموجودة والمدعة في هذا الكون فإذن لا يمكن أن تكون المادة أزلية لأن النظم يدل على وجود شعور وجود علم وجود حياة للمنظم فأنت بين أمرين لا ثالثة لهم إما أن تقول بأن هناك خالقا أزليا أبديا وهذا الخالق له حياة وله علم وله قدرة هو الذي أوجد هذا الكون وتحكم في نظامه وجعله على أحسن نظام إما أن تقول بهذا وهذا الأمر لا ينفيه العقل بل يثبته أو أن تقول بأن المادة أزلية لكن ليس لها حياة ليس لها علم ومع ذلك نظمت نفسها بهذا التنظيم الدقيق المتناهي في النظم وهذا أمر بديهي العقل ينفيه الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الاستدلال يستدل ببرهان النظم على إثبات الصانع الخالق وأن هذا الصانع الخالق هو الله سبحانه وتعالى فإذا ثبت أن الشيء الأزلي هو عالم هو قادر هو حي فهو الله سبحانه وتعالى العرب يعبرون عنه بالله غير العرب يعبرون عنه بتعبيرات أخرى هناك بعض الماديين يعبر عنهم بالماديين الخجلين هؤلاء يعتقدون بأن الخالق هو الطبيعة وليس الله عندما يقال لهم هل يعقل أن تكون الطبيعة التي لا حياة لها لا قدرة لها لا علم لها أن تنظم وتخلق هذا العالم المنظم يقولون لا الطبيعة لها علم الطبيعة لها قدرة الطبيعة لها حياة وهي أزلية إذن هؤلاء اعتبروا الخالق شيء له علم له قدرة له حياة وله وجود أزلي لم يكن مسبوقا بالعدم يمتلك صفات الكمال ليس فيه صفات النقص إذن هو الله سبحانه وتعالى ولكن هؤلاء يريدون يقولون نحن لا نعتقد بالله يسمون هذا الموجود الذي يمتلك بهذه الصفات يسمونه الطبيعة فهؤلاء الماديون الخجلون لأنهم غيروا اسم الله سبحانه وتعالى إلى الطبيعة مع اعتقادهم بأنه يمتلك القدرة والحياة والعلم وما إلى ذلك فهو الله سبحانه وتعالى ليس نزاع لفظي معهم أنه هل هذا يسمى الله أو يسمى شيء آخر إنما الكلام هو أن الحقيقة الحق الذي خلق هذا الكون هو موجود حي قادر عالم وما إلى ذلك العرب تسميه الله الفرس يسمونه باسم آخر الغربيون بلغاتهم المختلفة يسمونه شيء آخر الإسم ليس بمهم من هذه الجهة نعم إذا نحن نتكلم باللغة العربية ينبغي علينا أن نقتصر على الإسم الذي أمضاه الشرع لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أما في اللغات الأخرى إذا أردت أن تعبر عن الله سبحانه وتعالى بالإسم الموضوع في تلك اللغة ولم يردناه خاص عن ذلك الإسم فلا بأس به وهذا بحث سنتطرق إليه في المستقبل إن شاء الله تعالى الإمام عليه الصلاة والسلام يبدأ أولا بإثبات الصانع يقول أما ترى الشمس والقمر والليلة والنهار ألا تراها يلجان فلا يشتبهان يلجان يعني يدخل بعضها في البعض الآخر أو يدخل بعضها في أماكن مثلا الشمس لها حركة الأرض لها حركة القمر له حركة ولكن العلم الحديث أثبت أن الشمس أيضا لها حركة لأن الشمس المنظومة الشمسية تتحرك حركة بيضوية حول مركز حول مركز المجرة التي يعبر عنها مجرة درب التبانة الشمس والقمر يلجان أنت ترى طلوع الشمس وترى غروب الشمس هل هناك يحدث خطأ؟ أسأل العلماء في طلوع الشمس وفي غروبه هل يحدث هناك خطأ؟ يحسبون لمئات وألوف السنين لا تجد خطأ بمقدار رأس إبرة وكذلك بالنسبة إلى القمر وكذلك بالنسبة إلى الليل والنهار الله عز وجل يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله سبحانه وتعالى حينما يريد يحرك عقل الإنسان يستخرج فطرة الإنسان لكي الإنسان يستدل بعقله وبفطرته على وجود خالق يستدل بالآيات الواضحة آيات الله كثيرة لكن بعض هذه الآيات خفية على عقول عامة الناس هناك توجد براهين واستدلالات عقلية لإثبات الخالق هذه البراهين العقلية قد لا يعرفها إلا الأوحدي من الناس ممن بلغ درجة سامية من العلم والمعرفة لكن هناك أمور ليست بحاجة إلى استدلال على إثباتها قياساتها معها الشمس والقمر يراهما كل أحد الليل والنهار يراهما كل أحد ولذلك إذا الإنسان رآها واعتبر بها يتمكن من الوصول إلى حقيقة أن لها خالقا أن لها صانعا إن في اختلاف الليل والنهار هذا النظم الدقيق اختلاف يعني يخلف أحدهما الآخر تجد الليل ينتهي آخر الليل يبدأ ضوء قليل يعبر عنه بالفاجر ثم هذا الضوء ينتشر شيئا فشيئا إلى أن يصبح نهارا كأنه دخل النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وآخر النهار يبدأ الضوء يقل تدريجيا ويبدأ الظلام ينتشر تدريجيا فكأنه دخول وولوج الليل في النهار نظام دقيق هذا النظام الدقيق حياة الموجودات متوقف عليه لو كانت الأرض ساكنة لو كانت قطعة من الأرض نهار دائما والقطعة الأخرى ليل دائما ما كان يمكن الحياة على هذه الأرض لأنه كانت تصير القطعة التي يشرق عليها الشمس إذا كان النهار فيها سرمد تتحول إلى كتلة من اللهب من شدة الحرارة والقسم الآخر الذي يكون الليل إذا صار الليل فيه سرمد يتحول إلى قطعة باردة جدا كالزمهرير فلا يمكن الحياة فيها لكن حركة الليل والنهار هذه الحركة جعلت الأرض قابلة للسكنة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها الأرض ذلول يعني يمكن الاستفادة منها ببركة النظم الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيها فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا يشتبهان لا يوجد هناك خطأ في الحسابات الكونية لا يوجد خطأ إطلاقا ولذا قد ذكرنا في مكان آخر أنه يمكن التعبير عن أن الكون معصوم احتمال الخطأ غير موجود فيه الله سبحانه وتعالى نظمه وهو الذي مهيمن على النظام الكوني لذلك هذا النظام الكوني بمقدار أنمله لا يوجد فيه خطأ وحتى ما نراه من كوارث طبيعية مثلا كالزلزال مثلا أو الفياضانات أو ما إلى ذلك هذه ضمن النظام الكوني وضمن قوانين تتحكم في الطبيعة وضمن مصالح الله سبحانه وتعالى أرادها طبعا هناك قد يكون فساد في الأرض هذا بسبب الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي ذا الناس قد يكون الإنسان يتدخل ويفسد فيظهر الفساد هذا بسبب تصرف الإنسان وإلا الطبيعة لا يوجد فيها شيء من الفساد والإفساد وإنما تسير على نظام دقيق نعم نعم الله الله سبحانه وإنسان أعطى القدرة للإنسان وأعطاه الاختيار لكي يختبره ولكي يمتحنه فهذا الإنسان القدرة والاختيار والامتحان يقتضي تمكن الإنسان من الخير وتمكنه من الشر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان على أن يفعل وأمره بأن يستفيد من قدرته في الصلاح لكن إذا لم يتمكن الإنسان من فعل الفساد فيكون مجبور فيبطل الامتحان فلذلك الإنسان له قدرة وأعطيت القدرة له ليستفيد منها في الصلاح لكن إذا بسوء اختياره استفاد منها في الفساد يحدث فساد الله سبحانه وتعالى لا يمنع غيبيا عن هذا الفساد لكي يكمل الامتحان فلذلك نشاهد أن قوانين الكونية بما هي لا يوجد فيها خلل فلا يشتبهان الشمس والقمر لا خطأ فيهما في حين أن الإنسان لأنه هو مختار والله سبحانه وتعالى جعل له هامش حرية واختيار تجد أن هذا الإنسان يخطئ كثيرا ما يخطئ لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم المعصومون الأنبياء ولا إما عليهم الصلاة والسلام هؤلاء عصمهم الله سبحانه وتعالى لأجل حكمة وعلة لكن عامة الناس ليسوا معصومين فلذا يخطئون أما أما الشمس القمر الليل النهار سائر الأمور التكوينية لا خطأ فيها وهذا دليل على أن هناك قدرة وعلم وحكمة تهيمن على هذه الأشياء المادية يليجان فلا يشتبهان ويرجعان يعني ضمن النظام متكامل كل يوم تطلع الشمس ثم تغرب ثم ترجع في الطلوع ثم تغرب وهكذا قد اضطر يعني النظام التكويني يجري ولا يمكن لهذه المادة أن تمتنع عنه لو لم يكن هناك مهيمن لو لم يكن هناك علم وقدرة مسيطرة ومحيطة بهذه الممكنات فلماذا نرى هذه الدقة وعدم الخطأ إطلاقا ليس لهما مكان إلا مكانهما يعني الموقعية التي للشمس والقمر والشمس والليل والنهار نفس الموقعية لا تتغير فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلما يرجعان وإن كانا غير مضطرين فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا لماذا لا يحتحق هذا الأمر إضطر والله يعني حكم نظام سبب أن هذا النظام لا يتغير في حركة الشمس والقمر والليل والنهار وهذا إشارة إلى آية قرآنية الله سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فهذا يدل على أن القانون التكويني هناك مكون وصانع يتحكم في هذا النظام بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لماذا هذه المادة مضطرة يقول اضطر والله يا أخا مصر لأن الرجل كان من مصر اضطر والله يا أخا مصر إلى دوامهما يدومان على نفس الحركة بدون أي خلل بدون أي تفاوت والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر فإذا وجدت الشمس والقمر والليل والنهار وسائر الموجودات العظيمة جدا هذه تسير ضمن قانون دقيق فهذا يدل على أن هناك مهيم عليها وهذا المهيم المفروض أن يكون أحكم يعني أكثر حكمة أو أقوى من الإحكام أو من الحكمة أن يكون أحكم منهما أكثر إحكاما أو أكثر حكمة منهما وعن بعض الأحيان أفعل التفضيل ينسلخ عن معنى التفضيل كما نقول مثلا موسى أفضل من فرعون هذا ليس بمعنى أن فرعون له فضيلة لكن فضل موسى أكثر ولو آصل أفعل التفضيل هو في هذا الاستعمال أن يشترك في أصل الفعل لكن يكون أحدهما أكثر وأفضل من الآخر لكن في كثير من الاستعمالات الأفعل التفضيل ينسلخ عن معنى التفضيل والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر وهذا هو الصانع وإنما قال الإمام أكبر لأن الله سبحانه وتعالى هو أكبر نقول الله أكبر لكن ليس المقصود الأكبر من حيث الحجم لأن الأحجام إنما هو في الأجسام المادية والله سبحانه وتعالى هو خالق المادة وليس الله جسما ولا ماديا فالمراد من الله أكبر يعني أكبر من أن يوصف كما في بعض الأحاديث وستجيء إن شاء الله وسيجيء بيانها الله أكبر من أن يوصف ليس بمعنى أن الله له جسم أكبر من جسمي أو أكبر من جسمك لا هذا التعبير يكون تعبيرا غير صحيح لأن لازمه الجسمية ولذلك بعض من ينتحلون الإسلام يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مثلا ينزل في ليلة الجمعة على حمار إلى السماء الأولى فهنا يقال لهم إذا هذا الرب ركب حمارا صار له مكان وإذا نزل إلى السماء الأولى فمعنى أن السماء الأولى أكبر من الله سبحانه وتعالى لأنه أحاطت به مع أن الله سبحانه وتعالى محيط علما وقدرة وليس الله سبحانه وتعالى محاط ولذلك لا يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالأكبرية المادية إنما الإمام عليه السلام عبر هنا والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر لأن المناظرة كانت مع رجل ملحد فالإمام عليه الصلاة والسلام يتدرج في الكلام معه أولا يثبت صانعا وأن هذا الصانع أقوى وأكثر حكمة من المصنوع لذلك هيمن عليه وضبطه فيعبر تعبير أكبر ومراد الإمام أكبر من أن يوصف لكن حسب عقلية المناظر الذي هو ينكر أصل وجود الخالق والكلمات تضيق عن التعبير فحسب المرحلية الإمام عليه الصلاة والسلام يعبر هكذا تعبير لعل الرجل يتصور الأكبرية المادية بالحجم لكن الإمام عليه الصلاة والسلام يقصد أمرا آخر ثم بعد ذلك في المراحل المتقدمة حينما يصل إلى قناعة يعلمه المسائل الأخرى أول شيء إثبات الأصل وبعد ذلك ينتقل إلى إثبات صفات هذا الأصل يعني الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن نتكلم معه في الصفات وإنما نتكلم معه في إثبات أصل الذات وبعد أن أثبتنا له الوجود بعد ذلك نأتي إلى مرحلة أوصاف هذا الوجود نعم يمكن أن يدرك شيئا نقول إن إدراكك لهذا الشيء هذا لا يكون إلا عن علم وقدرة والعلم والقدرة دليل على وجود العالم والقادر يكون ما يعبر عنه بالبرهان اللمي وهذا أمر نتركه إلى حلقات قادمة إن شاء الله بعد ذلك بعد أن أثبت الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا البرهان اللي هو برهان النظم الوجه الأول وهو أن هناك صانعا هنا اضطر هذا الزنديق أن يصدق نعم نقر بأن هناك يوجد صانع فقال الزنديق صدقت هنا استسلم هذا الرجل الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي إبطال كون الصانع هو الدهر أو الطبيعة يقول ثم قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يا أخي أهل مصر إن الذي تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر أنتم تقولون أن الدهر طبيعة هو الخالق السؤال هذه الطبيعة لها شعور لها علم لها قدرة الجواب كلا فكيف يكون شيء لا علم له لا قدرة له لا حياة له يكون منشأ لهذا النظام الدقيق إن كان الدهر يذهب بهم لماذا لا يردهم وإن كان يردهم لماذا لا يذهب بهم الله سبحانه وتعالى نحن نقول إنه فاعل بالاختيار الله سبحانه وتعالى مختار ولذلك يخلق النظام المطابق للحكمة لكن إذا هذه الطبيعة لا علم لها لا شعور لها لا حياة لها كيف صدر منها هذا النظام الدقيق لو كان على فرض المحال الصانع هو الطبيعة العادمة للشعور كان المفروض أن لا يكون هناك نظام كان المفروض أن لا يكون هناك علم وحكمة ودقة في الأمور يعني إذا رجل جاهل مثلا نفرض إذا رجل جاهل الرجل موجود الدهر والطبيعة غير موجودة لكن نتنزل الرجل الجاهل هذا يأتي ويصنع ويبني ناطحة سحاب ضمن المواصفات الهندسية الدقيقة إذا نذكر هذا المطلب لأي طفل هل يصدق هذا الكلام؟ يقول إن هذا الرجل جاهل فكيف نظم هذه الناطحة السحاب بهذا التنظيم العلمي الدقيق وضمن هذه القوانين نعم إذا هناك شخص جاهل قلت له ابن دارا حينما يبدأ يضع لبنة على لبنة ترى كثرة الأخطاء الهندسية وترى عدم اتساق وعدم تناسق في العمل وانهيار البناء في النهاية لماذا؟ لأنه لم يبنى على أساس علمي دقيق زين عندما تأتي إلى هذا النظام الكوني والعلم والحديث علم الفلك كل يوم يضحفنا بمعلومات تبهر العقول اكتشفوا لحد الآن أن الكرة الأرضية كوكب يدور حول الشمس وهذه الشمس هي نجمة من نجوم مجرة درب التبانة مجرة درب التبانة فيها مليارات النجوم وشمسنا احدى تلك النجوم الصغار وليست النجوم المتوسطة أو النجوم الكبيرة في هذه المجرة ثم أن مجرة درب التبانة التي فيها مليارات النجوم وشمسنا احدى تلك النجوم الصغار هذه المجرة هي احدى المجرات في ضمن مليارات المجرات وكل يوم بتطوير العلم والنواظير المتطورة العلمية والتليسكوبات المهمة جدا يكتشفون أمور أخرى لم يكتشفوها من قبل وكل هاضم النظام دقيقي يعني هذه مجرة درب التبانة مليارات النجوم هذه النجوم تسير في دائرة بيضوية الشكل حول مركز المجرة هذه الشمس حسب ما يقولون تحتاج إلى ملايين السنين الضوئية لكي تدور حول هذه المركز للمجرة وعندما تأتي إلى نفس المنظومة الشمسية هذه الكواكب الصغيرة كالأرض والمريخ وما إلى ذلك تدور حول الشمس وبعض هذه الكواكب لها أقمار فأرضنا لها قمر واحد مثلا وبعض الكواكب لها عشرة أقمار مثلا هذا النظام الدقيق لا يوجد فيه خلل هل يمكن أن يكون صادر عن طبيعة جاهلة لا شعور لها هذا أمر غير معقول فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الدهر يذهب بهم لما لا يردهم يعني الدهر العادم للشعور والإرادة والعلم بالمصلحة كيف يصدر عنه الذهاب الموافق للحكمة ولا يصدر عنه بدله الرجوع المخالف لها وبالعكس كله ضمن الحكمة يعني أفرض الرجل الجاهل الذي يريد أن يبني بناء يمكن صدفة يصيب في وضع لبنة على لبنة لكن في كل لبناته يصيب هذا أمر مستحيل هذا الكون إذا كانت الطبيعة صانعته فكان ينبغي أن يكون فيه خلل كثير لكن لا ترى في خلق الرحمن من تفاوض لا وجد خلل فهذا الدليل على أن الخالق ليس هو الدهر لأن الدهر لا عقل له لا حكمة له لا علم له بل هو لا وجود له بالأساس أصلا وإنما هو نتيجة هذه الوجودات المادية على كل حال بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يكثر الأمثلة لأنه بعض الأحيان البرهان صحيح لكن الطرف المقابل لا يستوعب البرهان فأنت بحاجة إلى أن تكثر من ذكر الأمثلة فإذا أكثرت من ذكر الأمثلة هذا الإنسان يستوعب البرهان ولذلك الآن نجد في الدروس العلمية في المدارس عندما الأستاذ يأتي ويلقي فكرة موجودة في الكتاب المدرسي بعد ذلك يمثل لها أمثلة لماذا يمثل أمثلة؟ لكي يستوعب التلاميذ الفكرة والله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا كذلك عندما يذكر الآيات كان يمكن أن يذكر البرهان يقول أن النظم دليل على المنظم والخالق لكن الله سبحانه وتعالى يذكر أمثلة محسوسة لدى الناس القرآن جدا كتاب عالي ما كان يمكن للناس أن يفهموا القرآن لولا أن الله سبحانه وتعالى يسره يعني جعل ظاهره أنيقا يعرفه من يعرف اللغة ولذا ينبهر به إذا عرف اللغة من الأمثلة التي الإمام يذكرها لهذا الشخص يقول يا أخا أهل مصر أهل مصر لماذا السماء مرفوعة والأرض موضوعة؟ السماء مرفوعة والأرض موضوعة الذي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها السماء مرفوعة هذا ضمن نظام دقيق جدا النظام الجاذبية الذي اكتشفه العلم الحديث هذا يكشف عن سر عدم سقوط الأرض مثلا في هذا الفضاء الرحم وإنما الأرض ممسوكة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول الله أمسكهما ولكن الله سبحانه وتعالى جعل قوانين ظاهرية هذه القوانين الظاهرية هي سبب الإمساك ظاهرا وإلا الواقع هو الله سبحانه وتعالى لماذا السماء مرفوعة والأرض موضوعة؟ الأرض في هذا المكان والأرض وضعها للأنام لماذا الأرض ممسوكة بهذه الكيفية ولا تزول من مكانها الموضوع لها وإنما تسير ضمن قانون دقيق جدا لماذا لا تسقط السماء على الأرض؟ لأنه إذا صار هناك خلل في نظام الحركة فمعنى ذلك استدام بعض الكواكب بالبعض الآخر والمراد لمن لا تسقط السماء على الأرض يعني الأجرام السماوية الموجودة في السماء لماذا لا تسطدم الأرض بتلك الأجرام السماوية؟ بل الله سبحانه وتعالى جعل قوانين وهذه القوانين حتى إذا هناك جاءت بعض الأجرام السماوية واستدمت بالغلاف الجوي تحترق وتزول وحتى إذا تمكنت من اختراق هذا الغلاف الجوي باحتراقها تتحول إلى مادة صغيرة يعبر عنها بالنيازك وذلك أيضا ضمن حكمة اكتشفها العلم الحديث من مصلحة الحياة في الأرض وجود هذه النيازك ووجود هذا الغلاف الجوي وبعض هذه الاستدامات لماذا لا تسقط السماء على الأرض؟ لماذا لا تنحدر الأرض فوق طباقها؟ لماذا الأرض لا تخرج عن مسارها؟ الأرض دائما ضمن هذا الغلاف الطبقات التي تحيط بالأرض دائما موجودة لماذا لا تخرج الأرض من هذه الطبقات؟ هذه أمثلة الإمام يذكرها لهذا الرجل الزنديق لكي يقربه إلى التوحيد بعد ذلك أولا إثبات أن النظم يدل على منظم ثانيا أن هذا المنظم لا يمكن أن يكون الطبيعة العادمة للشعور ولا يمكن أن يكون المادة التي لا حياة لها ولا علم ولا قدرة فإذن ننتقل إلى المرحلة الثالثة أمسكهما الله ربهما وسيدهما الذي أمسك السماوات والأرض ضمن هذا النظام الدقيق هو عالم هو قادر هو مهيمن هو الله سبحانه وتعالى عندما وصلت إلى هذه المرحلة هذا الرجل الزنديق انقطع من الكلام الكلام والاستدلال استدلال مقنع ولا يمكن عدم قبول هذا الاستدلال إلا من رجل معاند ولذلك نحن نجد الآن كم الماديون يحاربون الدين كم الماديون يحاربون الله سبحانه وتعالى مع أنهم يمتلكون كل شيء يمتلكون المال ويمتلكون الدول العظمة ويمتلكون السلاح ويمتلكون الإعلام وما إلى ذلك ولكن مع ذلك نجد أن كلامهم وشبهاتهم تذهب أدراج الرياح لماذا؟ لأن معرفة الله سبحانه وتعالى الاعتقاد بالله موجود في فطرة كل إنسان كل إنسان إذا أعمل عقله ولو بدرجة خفيفة يعلم بأن له خالقا وذلك الخالق عالم وقادر ومهيما وما إلى ذلك عندما وصل إلى هذه المرحلة فآمن الزنديق على يدي أبي عبد الله عليه السلام الآن هذا الرجل كل حياته كل حياته قضاها في المادية الآن بهذا البرهان اعتقد بوجود الله ثبت الآصل ولكن الله سبحانه وتعالى له صفات الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص كثير من الناس يعتقدون بالله ولكن يلصقون به النواقص المشركون الجاهليون كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك كانوا يعتقدون أن الأصنام هي بنات الله سبحانه وتعالى الأصنام بنات الله هكذا كانوا يزعمون أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة النصارى غالبهم يعتقدون بالله سبحانه وتعالى ولكن يعتقدون أن الله ابن هو المسيح أو أنه تقمص وحل في جسم المسيح هكذا بعض النصارى يزعمون أو اليهود يزعمون وقالت اليهود يد الله مغلولة لا قدرة لله سبحانه وتعالى وهكذا الملل والنحل الفاسدة حتى كثير من المذاهب الإسلامية عقائدهم بالنسبة لله سبحانه وتعالى عقائد اليهود والنصارى يعتقدون بأن الله جز وأن له عين مادية وأنه يركب على حمار وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأن له يد كأيدين لكن حينما يواجهون بآيات القرآن ليس كمثله شيء يقولون يده لا نعرف كيفيتها مثلا أو بلا كيف لعب الألفاظ وسنبين في الحلقات القادمة بطلان هذه المزاعم اعتقد بوجود الله ولكن المشوار ولكن المشوار طويل بدأ بالاتجاه في الطريق الصحيح لكن بحاجة إلى تعليم ولذلك إذا شخص آمن على يدكم وأقنعتوه وأقنعتموه بالإيمان لا تتركوه لأن ما يتفرع على الإيمان كثير جدا واستمروا معه ولذا فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبي عبد الله هذا كان زنديق لكن آمن الآن ماذا قال اجعلني من تلامذتك حتى أتعلم منك زين الإمام عليه الصلاة والسلام كان يدرس وألوف الناس درسوا على يد الإمام عليه الصلاة والسلام ما كان له وقت أن يأتي ويعلم هذا الشخص من البداية هناك تلاميذ كانوا يدرسون عند الإمام ويتعلمون عند الإمام ويعلمون غيرهم فلذلك فقال أبو عبد الله يا هشام بن الحكم خذه إليك وعلمه لأن هشام كما ذكرنا في الحلقة الماضية في البداية كان منحرفا عن خط أهل البيت عليه الصلاة والسلام وكان يعتقد بالتجسيم لكن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فالإمام جاد له بالتي هي أحسن وهداح وبعد ذلك علمه معالم التوحيد فبرع في معالم التوحيد وصار من أكابر المتكلمين لدى الشيعة فعلمه هشام هذا الرجل الذي آمن لتوهي علمه هشام تعلم أخذ المعارف من عين صافية أخذها من هشام وهشام أخذها من الإمام الصادق والإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى تعلم فرجع إلى الشام وإلى مصر فصار معلم أهل الشام وأهل مصر فكان معلم أهل الشام وأهل المصر وأهل مصر الإيمان وحسنت طهارته وعقيدته كانت عقيدة سالمة نقية صحيحة لم يخلطها بالأباطيل حتى رضي بها أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يعني الإمام الصادق رضي بطهارة هذا الإنسان وعقيدته السليمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج الرسول وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر